اسم المفعول، تعريفه اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل مثل، فهم، مفهوم، علم، معلوم طريقة صوغه يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول مثل، قرئة، مقروء ومن الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر مثل، أدب، يؤدب، مؤدب أولاً، اسم المفعول من الفعل الثلاثي يشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول مثل، غمر، مغمور مثال، هذا رجل معروف بين أهله كلمة معروف، اسم مفعول، وفعله عرفة ملاحظات وإرشادات واحد، إذا كان الفعل أجوف وأردنا أن نصوغ منه اسم المفعول نرد الألف إلى أصلها ونحذف منه واو مفعول فنصوغ من باع مبيع على وزن مفعل ومن قال مقول على وزن مفعل اثنان، ألف، إذا كان الفعل ناقصاً آخره ياء نقلب واو مفعول ياءً ونضغمها في الياء مثل، قضى، اسم المفعول منه مقضي على وزن مفعول باء، وإذا كان آخره واوً أضغمت في واو مفعول كما في دعا اسم المفعول منه مدعو على وزن مفعول ثلاثة، هناك أفعال مثل، اختار، احتاج، اشتاق، احتل، اهتم، اختص يتساوى فيها اسم الفاعل واسم المفعول ويفرق بينهما بالمعنى فقط مثل، الطالب مختار هديته، والهدية مختارة بعناية أربعة، إذا دل اسم المفعول على مؤنث، لحقته علامة التأنيث كما أنه يثنى ويجمع ثانيا، اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي يصاغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه المبني للمجهول مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر مثل، أكرم، يكرم، مكرم مثال، الكتاب متقن طبعه متقن، اسم مفعول، فعله، أتقن ونلاحظ أنه صيغ من المضارع يتقن، وهو فعل رباعي، مع قلبياء المضارعة ميماً مضمومة، وفتح ما قبل الآخر القاعدة واحد، اسم المفعول، اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل اثنان، يصاغ من الثلاثي الصحيح على وزن مفعول مثل، فهمة، مفهوم ومن غير الثلاثي، يصاغ من مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر مثل، أدرك، مدرك لاحظ، اسم المفعول يذكر ويؤنث، ويفرض ويثنى ويجمع، ويعرب على حسب موقعه في الجملة